الدرس الحادي عشر من كتاب النقد الأدبي للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي عناصر الأدب يتكون الأدب في جميع صوره من أربعة عناصر العاطفة والخيال والمعاني والأسلوب وهذا يعني أن كل نوع من أنواع الأدب لا يتحقق وجوده إلا بوجود هذه العناصر وهذا يعني أن كل نوع من أنواع الأدب لا يتحقق وجوده إلا بوجود هذه العناصر فيه وتضافرها معاً في بنائه ولكن وجودها في الأدب يختلف في القدر أو الدرجة حسب طبيعة كل نوع من أنواع الأدب فحظ الشعر من العاطفة أوفر وحظ النثر من المعنى أو الفكرة أوفر أولاً العاطفة من عناصر الأدب العاطفة وهي ناحية من نواحي الوجدان الذي هو الناحية الحساسة في النفس وهو موطن السرور والألم فكل آمالنا ومسراتنا وأحزاننا مرجعها الوجدان وهو أنواع 1- الوجدان الفردي ويتصل بالفرد ويدور حول نزعاته وميوله الشخصية كحب الذات والخوف والغضب وحب التملك والفخر بالنفس 2- الوجدان الاجتماعي ويتصل بالمجتمع وشؤونه ويرتكز على صلة الإنسان بغيره كالحب والبرض والاحترام والعطف والصداقة والمنافسة والوطنية 3- العواطف 4- وهي الانفعالات النفسية التي تنشأ عن الوجدان الفردي أو الاجتماعي 5- وهي فردية أو اجتماعية 6- وتتكون العواطف عادة من اتصال الفرد بمواقف مختلفة 6- فإذا أرضت هذه العواطف صاحبها أثارت في نفسه مشاعر لذيذة 7- وإذا أحبطت أثارت في نفسه مشاعر مؤلمة مريرة 7- وبهذا فالعاطفة عنصر مهم من عناصر الأدب 8- وهي التي تضفي عليه صبغة الدوام والبقاء 9- وهي لا تتغير إلا قليلا 10- وإذا تغيرت كان في أشكالها دون أساسها 10- وعلى العكس من ذلك العلم 11- الذي هو خاضع للعقل 12- وهناك مقاييس يمكن أن تقاس بها العاطفة في الأدب 13- من أبرزها 1- صدق العاطفة أو صحتها 13- والمراد صدق العاطفة أو صحتها 14- أنتم بعثا من أسباب صحيحة غير زائفة 15- فإذا جاءت العواطف التي يثيرها النص الأدبي أصيلة طبيعية وناجمة عن أسباب صحيحة 15- كانت العاطفة صادقة 16- والنص الأدبي مؤثرا باعثا في نفوس القراء عواطف 16- كالتي قامت في نفس صاحبه 17- فالشاعر الجيد هو الذي يثير ويبنيها على أساس عميق 17- أما إذا غال في ذلك وأثار عواطف حادة لأسباب واهية فإن شعره يكون ضئيل القيمة مهما استحسنه الناس 18- ومن أمثلة العاطفة الصادقة لثاء أبي فراس الحمداني لأمه العواطف عندما بلغه نبأ وفاتها حسرة عليها 18- وهو أسير في بلاد الروم في قصدته التي منها قوله 19- أيا أم الأسير سقاك غيث بكرهم منك ما لقي الأسير 20- إذا ابنك سار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير 21- حرام أن يبيت قرير عين ولؤم أن يلم به السرور 22- إلى من أشتكي ولمن أناجي إذا ضاقت بما فيها الصدور 23- بأي دعاء داعية أوقى 24- بأي ضياء وجه أستنير 25- بمن يستدفع القدر الموفى 26- بمن يستفتح الأمر العسير 27- فأبيات أبي فراس هذه تنم عن عاطفة صادقة مبعثها الحزن العميق لوفاة أمه 28- لغلبة الحسرة عليها بسبب أسره 29- أبيات تجعل القارئ يتعاطف مع الشعر 29- قوة العاطفة وحيويتها 30- والعاطفة القوية هي التي تثير المشاعر وتبعث الحياة في القلوب 31- فقول المتنبي مثلا 31- إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 32- فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 33- يسمعنا صوت عاطفة قوية مدوية تدفعنا إلى عظائم الأمور 33- وتقوي فينا عاطفة الشجاعة والإقدام والاستماتة في سبيل أسمى الغاية وأشرفها 34- ومدام الإنسان غير مخلد وهو ميت لما حاله 35- فخير له إذا أن يموت شريفا على أن يحيى ذليلا 36- ومن الصعب وضع قياس واحد لتقدير العواطف المختلفة لاختلاف طبائع الناس وأمزجتهم 37- فبعضهم تثيره عاطفة السرور أو عاطفة الحز أو عاطفة الحب أو البغض وهكذا 38- ولهذا يفضل النقاد تقدير كل عاطفة على حدة حسب طبيعتها ومقدار تأثيرها 39- وتعتمد قوة العاطفة على طبيعة الأديب 40- فلكي يثير القارئة أو السامع يجب أن يكون هو قوي الشعور في أدبه 40- وقد يكون حسن الأداء والتعبير قوي الخيال لكنه لا يوفق في قوة العاطفة 41- ثبات العاطفة واستمرارها 42- تقاس العاطفة بثباتها واستمرارها أيضا وهذا يعني بقاء أثرها في نفوس القارئين أو السامعين زمنا طويلا 42- فبعض الأعمال الأدبية يؤثر وقتيا وبعضها الآخر يبقى أثاره فعالا في النفوس إلى أمد طويل 43- فثبات العاطفة في القطعة الأدبية يعني أن تثير شعورا متجانسا متسلسلا 44- أي أن تكون هناك وحدة 45- فلا ينتقل الأديب من شعور إلى آخر من غير صلة تجمع بينهما حتى لا يكون الانتقاد فجائيا 45- سمو العاطفة ويعني نوع العاطفة ودرجتها من حيث رفعتها أو ضعفها فالأدب على اختلاف صوره وأشكاله يثير في النفوس شتى العواطف فهناك عواطف تثيرها موسيقى الشعر وعواطف تثيرها معانيه وهناك أدب يثير لذة حسية وأدب يثير شعورا أخلاقيا يمس الحياة ويبعث على ترقيتها وعلى هذا فأسمى العواطف الأدبية هي التي تحيي الضمير وتزيد حياة الناس قوة والأدب الراقي هو ما يثير فينا انفعالا وميلا إلى الحياة الراقية وذن يكون الأدب راقيا إلا إذا كانت له صفة أخلاقية وكان قادرا على تنمية طبائعنا وإثارة مشاعرنا الصحيحة 3- الخيال من عناصر الأدب الخيال وهو قوة بات قيمة كبيرة لابد منها للأديب أي كان وكل أنواع الأدب محتاجة إلى الخيال وكلما ارتقى الموضوع الأدبي كانت حاجته إلى الخيال أوضح ولعل الشعر والقصة طويلة كانت أو قصيرة هما أكثر أنواع الأدب حاجة إليه ويرتبط الخيال بالعواطف ارتباطا قويا فكلما كانت العاطفة قوية احتاجت إلى خيال قوي يعين إلى إظهارها وروعتها ويزيد من درجة تأثيرها ومن ثم فإن ضعف أي منها يؤثر تأثيرا كبيرا في ضعف الآخر ويعتمد الخيال على تداعي المعاني وحضورها في الذهن بسهولة فبعد أن تترى الصور للحياة بوسيلة التذكر يستخلص منها ما يلائم الغرض وتنحصر عوامل تداعي المعاني في ثلاثة أمور وهي التشابه والتضاد أو التبايل والاقتران المكاني أو الزمني واحد ومن تداعي المعاني بعامل التشبيه قول الشاعر كم وجوه مثل النهار ضياء لنفوس كالليل في الإظمام فالوجوه الكثيرة المضيئة تستدعي إلى ذهن الشاعر النهار وذلك لما بين المعنيين من تماثل وتشابه في أمر خاص وهو الضياء وكذلك النفوس الكثيرة التي تنطوي على الحقد الأسود تستدعي الليل لما بين المعنيين من تماثل وتشابه أيضا في أمر خاص هنا هو الإظمام فالخيال هو الذي لمح المشابهة التي بين المجوه المضيئة والنهار وبين النفوس المظلمة والليل التطاد أو التبايل من عوامل تداعي المعاني واستحضارها فالصور التي بينها تضاد أو تبايل لا يكاد بعضها يختلف عن بعض فمن تخيل الحب خطر له معنى البغض ومن مرت على باله الشجاعة إنساق إليه معنى الجب ومن أمثلة ذلك قول الشاعر إذا نحن سرنا بين شرق ومغربي تحرك يقضان التراب ونائمه فهنا نرى أن اليقضان قد استدعى إلى الخاطر المعنى المضاد له وهو النائم ثلاثة ومن تداعي المعاني بعامل الاقتران المكاني أو الزمني إن ذكر مكان أو زمان معين من شأنه أن يستدعي إلى الذهن الأحداث التي وقعت فيه ومن أمثلة الوقائع التي تذكر عندما يخطر بالبال مكانها قول ابن الرومي وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هناك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك فذكر الرجال لأوطانهم يذكرهم بأعز مراحل حياتهم وهي عهود الصبا التي لا تكاد تطيف بأذهانهم حتى تستيقظ عاطفة الحنين إليها ومن أمثلة الوقائع التي تتوارد على الخاطر عند مجرد ذكر زمانها قول الخنساء في رثاء أخيها صخ يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي فالشاعرة خصت هذين الوقتين بالذكر لأنهما مظهران لعملين عظيمين من أعمال أخيها صخ حيث كان يغدو للغارة التي هي مظهر الشجاعة عند طلوع الشمس ويقرد ضيوف ويقدم لهم الطعام عند الغروب والخيال يتصرف في المعاني التي تختزنها الذاكرة على وجوه شتى طبقا لمقتضايات الأحوال ومتطلبات التعبير وهو ما يعبر عنه بفنون الخيال ومن هذه الأحوال واحد تكثير القليل تقول عمرو بن كالثوم مفتخرا ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نمنأه سفينا فالذي صنعه خيال بن كالثوم تجاوز حد الحقيقة في الإخبار بكثرة قبيلته وسفنها وإن نشوة الفخر والاعتزاز دفعته إلى تخيل البر قد ضاق عنهم والبحر قد ازدحم بسفنهم اثنان تكبير الصغير تقول بشر بن ربيعة الخفعمي في وصف معركة عشي يتود القوم لو أن يعار جناحي طائري إذا ما فرغنا من قراع ذلثنا تالي أخرى كالجبال فقد بلغ خيال الشاعر بالكتيبة من جهة الضخامة مبلغ الجبال ثلاثة تصغير الكبير ومن أمثلة ذلك قول المتنبي كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني فالخيال أخذ يستصغير الجسم حتى ادعى أن مخاطبته للناس هي التي تهديهم إلى مكانه فيبصرونه ولولا مخاطبته لبقي محجوبا عن عين الناس وإن وقف قبالتهم فعندما يتدخل الخيال في مثل هذا الموقف ويعمد إلى تصغير الكبير إنما ينبغي من وراء ذلك أن يثير عاطفة الشفقة والرثاء لحال الكبير الذي ردته أحداث الدهر صغيرا أربعة تخيل ما هو معنوي في صورة محسوس ومن أمثلة ذلك قول الشاعر مررت على المرؤة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات فقد تخيل الشاعر المرؤة وهي أمر عقلي معنوي في زي فتاة تبكي فأسند إليها البكاء وأجرى بينه وبينها هذا الحوار تخيل المحسوس في صورة المحسوس ومن ذلك قول البارودي وقد ماجت الأغصان بين يد الصبا كما رفرف الطير بأجنحة خضر كأن الندى فوق الشقيق مدامع تجول بخد أو جمان على تبري فخيال البارودي يتمثل أغصان الأشجار التي يؤرجحها نسيم الصبا في صورة طيور مرفرفة بأجنحة خضر كما يرى قطرات الندى فوق ورد الشقيق الأحمر في صورة دموع تنحدر على خد أو صورة حبات الفضة على فتاة الذهب الخالص ومن فنون الخيال عقد محاورة أو إنشاء قصة تهدف إلى مغزى أدبي أو سياسي أو أخلاقي وقد كان الأدباء وما زالوا يستعينون بالخيال في إجراء حوار بين اثنين أو أكثر أو خلق شخصيات قصصية لا وجود لها في عالم الواقع وهي قوام كل أنواع الأدب وقد تكون لها قيمة كبيرة في بعض الأنواع كما هو الشأن في كتب تاريخ الأدب والحكم والأمثال لأن موضوعها هو الإخبار بالحقائق وأداء المعاني على وجه تكون فيه غزيرة دقيقة واضحة وتقل قيمتها في القصص لأن القصد الأول منها إثارة العواطف ولكن على الرغم من هذا فإن المعاني من مقوماتها الأساسية فالعواطف تكون صحيحة سليمة إذا كانت قائمة على أساس صحيح من الحقائق والشعر وهو أهم أنواع الأدب الصرف يقاس بما فيه من المعاني التي ترتكز عليها العاطفة وليس من الضروري في الأدب أن تكون المعاني مبتكرة جديدة لأن الأدب قد يتناول فكرة مألوفة للناس فيكسب فيها من عاطفته وخياله ومنها ما يجعلها تنقلب خلقا جديدا يبهر العين ويدهش العقل ففي الأدب القديم نجد معنى بيت الشعر الواحد وموضوعه يتنقلان من شاعر إلى شاعر كل يقدم صياغة خاصة به حتى اختلف النقاد في من يقدمون الأول أم الأخير وقد وضع النقاد مقايس للمعاني في الأدب منها مقياس الصحة والخطأ ينبغي أن يكون المعنى في الأدب صحيحا لا خطأ فيه من ناحية الحقائق أو واقع الحياة أو المدلول اللغوي فمثلا يعد من الخطأ اللغوي قول البحتري تشق عليه الريح كل عشية جيوب الغمام بين بكر وأيمي فقد أخطأ البحتري لأنه ظن أن الأيم هي ليست بكرا فجعلها في البيت ضد البكر مع أن الأيمة من النساء هي التي لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا ومن الرجال من لم رأت له مقياس الطرافة يقيس النقاد المعنى بمقدار ما فيه من طرافة أي ندرة فيتطرق الأديب إلى الجوانب الخفية غير المطروحة في المعنى فيعبر عنها كقول أبي الأسود الدؤلي يلومونني في البخل جهلا وضلة ولا البخل خير من سؤال بخيل فالطرافة في أنه عمد إلى تحسين القبيح وهو البخل مقياس الوضوح والغموط يقاس الأدب بدرجة وضوحه وغموطه ويرجع هذا إلى الأسلوب فيكون الأسلوب واضحا إذا جاء على أصول اللغة خاليا من التعقيد بعيدا في ألفاظه عن الغرابة ومن أسباب غموط المعنى في الشعر الإكثار من استعمال البديع كما هو الحال عند أبي تمام الذي أفرط فيه إلى حد جعل النقاد يعيبونه عليه فإسراف الشاعر في استخدام الطباق والجناس والاستعارات البعيدة المآخذ من شأنه أن يوقع القارئة أو السامعة في حيرة الاهتداء إلى مراد الشاعر من المعاني فقد يقصد بلفظة الاستعارة أو الطباق أو الجناس معنى غير شائع الاستعمال ما يؤدي بمعنى العبارة كلها إلى الغموض والخفاء ومما يؤدي إلى غموض المعنى استخدام الكلمة في غير ما وضعت له أصلا بتحميلها معنى خارجا عن مدلولها المتعارف عليه رابعا الأسلوب وهو طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار الألفاظ على الشكل الذي يرتضيه الذوق وتأليف الكلام على الوضع الذي يقتضيه العقل وللأسلوب قيمة كبيرة في الأدب لأن النفس تتأثر بنظم الكلام وصياغته تأثرا بالغا حتى إن بعض النقاد العرب جعل نصيب الأسلوب في الفضل أكثر من نصيب المعنى فالجاحض مثلا يرد على من يفضل المعنى على الأسلوب بقوله والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللف وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبق فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير وهذا الرأي هو نفسه رأي نقاد العرب فقالوا الأديب يعلم أن قيمة الفكر بالقالب الذي يفرغ فيه هذا الفكر والأسلوب يرتبط بشخصية الأديب حتى قيل إن الأسلوب هو الرجل نفسه فالفكرة العامة إذا أخذها الفنان وصاغها بطريقته فإنها تصبح ملكا خاصا له تسير في الناس موسومة بوسمه وتعيش في الحياة مقرونة باسمه فالأسلوب وحده هو الذي يملك الأديب الأفكار وإن كانت لغيره وقد تعرف الناس على أن المعاملة الكريمة تأسر الكريم وتطغي اللئيم وأخذ المتنبي هذا المعنى وصاغه في بيته المشهور إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة مرد فأصبح بهذه الصفة وهذا الأسلوب ملكا له ومن أبيته السائرة ويقاس الأسلوب بأنه أسلوب جزل قوي وأسلوب سهل لا ينغلق معناه وأسلوب ثقي عامي فاتر مهلهل وأسلوب حوشي غامض مبهم وإلى جانب ذلك يقسم الأسلوب باعتبار الموضوعات أو الفنون التي يعالجها إلى أسلوب علمي وهو الأسلوب الذي تؤدى به الحقائق العلمية وأسلوب أدبي وهو أسلوب النثر الفني وأسلوب شعري وهو ما يكون جانب العاطفة فيه بارزا متغلبا وأسلوب روائي وقصصي وأسلوب إخباري وحواري وتهكومي وفكهي ولكل من هذه الأساليب عناصر تميزه من غيره وميدانه الذي يعمل فيه المناقشة تحدث عن العاطفة السؤال الأول تحدث عن العاطفة ومتى تكون عاطفة الأديب صادقة ومتى ترتبط بالخيال السؤال الثاني مثل لعوامل تداعي المعاني من القصائد الشعرية السؤال الثالث ما المقييس التي وضعها النقاد للمعاني في الأدب السؤال الرابع عرف الأسلوب واشرح مقولة الجاحب والمعاني مطروحة في الطريق إلى آخره انتهى الدرس الحادي عشر من كتاب النقض الأدبي للسنة الثالثة بمرحلة التعليم الثانوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر